أنه كان مشدات ساخنة جداً بين دفاع الطرفين بين دفاع المتهمين ودفاع الضحايا اللي إحنا كضحايا المتهمين الأسئلة اللي كتوجهنهم من طرف السادة المحامين كل هكي يجاوبوا عليها بالإنكر تحتات أدلة صوتية تحتات سجلات صوتية توقفت الجلسة المرة الأولى المحامين أحد المتهمين عندنا ساكن أهلاً انسحاب ديالو علم تنازل ديالو على الترافع معه ما عرفش نسميه طبعاً طر القادي أنه وتني أجل جلسان الساعة تطورات الجديدة أنه تحت سجلات صوتية تحت دلائل أكثر من الدلائل الموجودة يعني تحت سجلات تتم مواجهة ما بين المتهمين والضحايا والمحامين فقط هدو ما تطورت الكائنا تكون قضية قضية رأي عام وأصبح الإعلامي المغربي أو العربي أو في الشرق أو صدقية تكلم عليها فأكيد أنه أي واحد ركب غير كبير الموجودة غير أنا فقط أتوجه الصدق من الناس اليوتيوبر العادو توم لي كيصوروا أكيد أنه كين منهم بزاف وحتى من بعض المواقع الإلكترونية يتحروا الصدق ويكتبوه عنوان تكون صادقة حيث حيث حنا لسن تضروا في الخارحة بحال البارح أنا الفيديو تنشر وتكتبوا مواقع علش أنا البارح ضريت أنا أني كنت في مشدث مع الصحفة للأسر هذا هو اللي درني أنه ودك الزحام وهذا ما جانيش من عند الناس فتأولوا دوك الفيديوهات وما بقواش صالح نحنا كضحايا جزوا الفيديوهات ولو الناس كيهج معلهم مع أنه قاعد الناس اللي كانين هنا رجيين معنا نحنا ضحايا ما جانيش مسانيدي للطرف الثاني فتحروا الصدق الله يرحم لكم الواليدين أنا شخصيا أي موقع أي صحفي على رأسي وعني أنتم سلطة رابعة كتوصلوا المعلومة كما يعجب إنما فقط كالطلب الوحيد ليحتي حاجاتها صدقة ولا دعي العناوين الاستفزازية لأن يا أخي أنا رأي البارح شو حالتي كدير وكنت حلفا ما أغنصورت ما أغنعطيت تشي تصريح البارح تواجهدي هنا كان تزامنا مع الجلسة السرية الفنان الدنيا باطمة أنا دخلت عن السيد ووكل العامل الملك خديت الإذن بالتوجه للفرقة الوطنية لإجراء محضر إضافي وكذلك لإجراء شكاية إضافية وشكاية مباشرة وشكاية استعجالية بباقي العصابة اللي خارج السجن أنا ما كانتش مواجهة عندي البارح مع باطمة ما يبقونش يفتعلوا الأقاويل ويقولوا شي كلم اللي هو أساسا خيالي من الصحة كذلك تضايق قتلت الركلية للتوضيح لم تكن من طرف الجمهور ما كانتش من طرف الناس اللي جئين عندنا المطرف حتى الناس لكيسندو المتهمين هي كانت فقط مناوشات ما بين الصحفة المواقع الإلكترونية كانوا بزاف مشي مشكلة